الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم أجمعين حياكم الله في شرح الوحدة السادسة من وحدات مادة مصطلح الحديث وهذه الوحدة سوف نبدأها كالعادة بالشريحة التذكيرية التي تذكرنا بوحدات هذا المنهج إجمالا فالوحدة الأولى هي في المقدمات وقد نضى شرحها وبيانها وكذلك الوحدة الثانية في التعريفات الأولية والوحدة الثالثة كانت في تقسيم الخبر باعتبار وصوله إلينا والوحدة الرابعة كانت في تقسيم الخبر باعتبار قائله والوحدة الخامسة كانت في تقسيم الخبر إلى مقبول وغير مقبول وناقشتنا تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسد ثم الوحدة السادسة وهي التي نتكلم عنها الآن وسوف نتكلم فيها عن تقسيم آخر للخبر المقبول حيث نقسمه إلى معمول به وغير معمول به وبعد ذلك ستأتينا الوحدة السابعة وهي الكلام على الخبر المردود والوحدة الثامنة والتكلم عن غريب الحديث هذه الوحدة وهي الوحدة السادسة ونحن الآن في المحاضرة الأولى منها سنتكلم فيها عن تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به وسينتج عن هذا التقسيم نوعان نتكلم عنهما النوع الأول في هذه المحاضرة نتكلم عن المحكم ومختلف الحديث والنوع الثاني نتكلم عن ناسخ الحديث ومنسوخه نقول في بداية هذه المحاضرة أن الخبر المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به وهذا التقسيم ينبثق عنه نوعان من أنواع علوم الحديث وهما المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ بالنسبة للمحكم ومختلف الحديث فسنتناول فيه المسائل الآتية المسألة الأولى وتتعلق بتعريف المحكم أما تعريفه من حيث اللغة فهو اسم مفعول اسم مفعول من أحكمة بمعنى أتقنة فمحكم هو اسم فاعل ومحكم هو اسم مفعول ونحن هنا في المحكم ومختلف الحديث أما من حيث الاصطلاح فهو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله الحديث المقبول أي أنه حديث توفرت فيه شرائط القبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا وسلم من أن يعارضه حديث مثله فلذلك هو يقال له حديث محكم فهو حديث محكم والحقيقة أن أكثر الأحاديث من هذا النوع وأما الأحاديث المتعارضة المختلفة فهي قليلة جدا بالنسبة لمجموع الأحاديث إذن فأغلب الأحاديث التي وصلتنا من النبي صلى الله عليه وسلم هي من النوع الأول وهو المحكم المسألة الثانية وتتعلق بتعريف مختلف أو مختلف الحديث لغة هو اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق ومعنى مختلف الحديث من ناحية اللغوية أي الأحاديث التي تصلنا ويخالف بعضها بعضا في المعنى أي أنهما يتضادان في المعنى أما التعريف الاصطلاحي فهو عكس الحديث المحكم فيصبح الحديث المختلف هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما إذن فهو حديث مقبول كأن يكون صحيحا أو أن يكون حسنا ولكنه معارض من حيث المعنى بحديث آخر مثله مثله يعني من حيث الثبوت ومن حيث القبول ولكن هذا التعارض إنما هو في الظاهر فإنه يمكن بعد ذلك الجمع بينهما أو الترجيح كما سيأتي بيانه إذن فمعنى التعريف هو الحديث الصحيح أو الحسن الذي يجيء حديث آخر مثله في المرتبة والقوة ويناقضه في المعنى ظاهرا ويمكن لأولي العلم والفهم الثاقب أن يجمع بين مدلوليهما بشكل مقبول المسألة الثالثة وهي مثال المختلف عندنا حديثان متعارضان في الظاهر الحديث الأول هو حديث لا عدوى ولا طيارة وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه يتعارض مع حديث البخاري الذي أخرجه البخاري فر من المجذوم فرارك من الأسد هذان حديثان صحيحان أحدهما في البخاري والآخر في مسلم ظاهرهما التعارض لأن الأول ينفي العدوى لا عدوى ولا طيارة والثاني يثبتها فرغ من المجذوم فرارك من الأسد يعني الظاهر أنه لكي لا يعديك وقد جمع العلماء بينهما ووفقوا بين معناهما على وجوه متعددة نذكر منها مختاره الحافظ حافظ ابن حجر ومفاده ما يلي يقول حافظ ابن حجر في كيفية الجمع وهي المسألة الرابعة المتعلقة بالجمع بين هذين المثالين قال وكيفية الجمع بين هذين الحديثين أن يقال أن العدوى منفية وغير ثابتة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يعدي شيء شيئا وبدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون بين الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب مثله يعني قال صلى الله عليه وسلم فمن عاد الأول يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك المرض في الثاني كما ابتدأه في الأول وأما الأمر بالفرار من المجذوم فإنما هو من باب سد الذرائع أي لألا يتفق للشخص الذي يخالط ذلك المجذوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك كان بسبب مخالطته له فيعتقد صحة العدوى فيقع في الإثم فأمر بتجنب المجذوم دفعا للوقوع في هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في الإثم هذا هو كلام الحافظ بن حجر في الجمع بين الحديثين المسألة الخامسة ماذا يجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين يجب عليه أن يتبع المراحل الآتية أول مرحلة إذا أمكن الجمع بينهما فإنه يتعين الجمع ويجب العمل بهما هذه المرحلة الأولى وهي مرحلة إمكانية الجمع بحمل كل منهما على محمل معين فإذا أمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين فيتعين ذلك الجمع ويكون خير من إهمال أحدهما لأن بالجمع نعمل الدليلين فيعمل أحدهما على وجه ويعمل الآخر على الوجه الآخر وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما وبالتالي فيتعين الجمع ويجب العمل بهما بالحديثين سويا المرحلة الثانية إذا لم يمكن الجمع ما أمكن الجمع بينهما بين الحديثين المتعارضين المقبولين بأي وجه من الوجوه فنسلك إذا لم يمكن الجمع نسلك المسالك الآتية المسالك الأول إن علم أحدهما ناسخا قدمناه وعملنا به وتركنا المنسوخ يعني إذا لم يمكن الجمع فننظر هل أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ويعلم ذلك بطلائق ستأتي إن شاء الله في المحاضرة التالية فإذا علمنا أن أحدهما ناسخا والآخر منسوخ أعملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ المسالك الثاني إذا لم يعلم ذلك يعني لم يعلم الناسخ من المنسوخ فنسلك مسلك الترجيح يعني رجحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح الكثيرة التي تبلغ خمسين وجها أو أكثر ثم نعمل بعد ذلك بذلك الترجيح إذن فأصبحت المرحلة الثانية إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه ننظر في الناسخ والمنسوخ فإن تيسر معرفة الناسخ من المنسوخ عملنا بالناسخ وتركنا المنسوخ وإن لم يعلم ذلك قمنا بالترجيح مرحلة الترجيح بين هذين الحديثين المتعارضين المقبولين فننظر في أي مرجح من المرجحات الكثيرة التي عدها الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذكر هذه الأوجه فإذا رجحنا بوجه من الوجوه فحينئذ نعمل بالراجح ونطرح المرجوح طيب المرحلة المسلك الأخير إذا لم يعلم وجه من الأوجه يمكن أن يرجح به أحدهم على الآخر لم نصل إلى هذه القضية وهذا نادر بل قليل بل لا يكاد يوجد وقد ذكر بعض الأئمة مثل ابن خزيمة وغيره وطلب من غيره أن يأتي بأي حديثين متعارضين ليجمع بينهما لكن لو فرضنا على سبيل السبر والتقسيم أنه لم يترجح أحدهم على الآخر فحينئذ نتوقف عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح إذن هذه مرحلة التوقف فأصبح عندنا المراحل التي تجب على من وجد حديثين متعارضين مقبولين المرحلة الأولى مرحلة الجمع فإذا لم يمكن الجمع لجأنا إلى الناسخ والمنسوخ فإذا لم يعلم الناسخ والمنسوخ لجأنا إلى الترجيح فإذا لم يمكن الترجيح لجأنا إلى مرحلة التوقف المسألة السادسة عندنا وهي أهمية أهمية ومن يكمل فيه أي أهمية معرفة مختلف الحديث وكيفية الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة أو المشكلة قال المؤلف هذا الفن من أهم علوم الحديث إذ يضطر إلى معرفته جميع العلماء وإنما يكمل له ويمهر فيه الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة وهؤلاء هم الذين لا يشكل عليهم منه إلا النادر وتعرض الأدلة قد شغل العلماء وفيه ظهرت موهبتهم ودقة فهمهم وحسن اختيارهم كما أنه أيضا زلت فيه أقدام من خاض غماره من بعض المتطفلين على موائد العلماء ومن هنا فإنه ينبغي لمن تصدى لمثل هذا الفن أن يؤهل نفسه تأهيلا كاملا حتى يستطيع الخوض في مثل غمار هذا البحر المسألة السابعة والأخيرة عندنا وهي أشهر المصنفات في هذا الفن من أول ما صنف فيه الإمام الشافعي حيث صنف كتاب اختلاف الحديث وهذا الكتاب مطبوع لوحده ومطبوع مع كتاب الإمام الشافعي في الفقه المعروف وهو كتاب الأم ثم بعد ذلك أيضا ألف ابن قتيبة الدين وري عبد الله بن مسلم ألف كتاب تأويل مختلف الحديث وهو أيضا مطبوع في مجلد صغير ثم بعد ذلك جاء الإمام الطحاوي أبو جعفر أحمد بن سلامة فألف كتابه مشكل الآثار مشكل الآثار وأيضا ألف كتابا آخر له اسمه شرح معاني الآثار والحقيقة أن كتاب مشكل الآثار هو من أجمع ما ألف في هذا النوع من أنواع علوم الحديث والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة